طالبين منكم غير شيء طالبين بس الميرد ارحمونا ارحمونا خلونا نشرب مي مي آسن مي حمامات بعد معاناة عرضتها قناة الفلوجة الفضائية لأهالي منطقتين المجري والعنقور بسبب شح المياه انطلق أعضاء من كتلة الاستقرار في مجلس الأنبار يتقدمهم عدنان الكوبيسي لإغاثة المتضررين وإيجاد حلول سريعة تسهم في توفير مياه صالحة للشرب وكذلك الاطلاع على واقعهم الخدمي أولى هذه الخطوات السريعة تضمنت تزويد محطات المياه بمولدات عملاقة لا سيما بعد انخفاض مناسيب بحيرة الحبانية وترد التيار الكهربائي أيضا طبعا مناشدة وصلتنا يوم أمس من خلال قناة الفلوجة لأهالي هذه المنطقة يعانون من أزمة كبيرة بالمياه سيتم إيجاد حلول سريعة بوجود محطة متنقلة لهذه المنطقة إن شاء الله طبعا مجر والعنقور لرفع أداء الفولتية ورفع المستواها عندنا مشروع أمبوب ناقل المياه من نهر الفرات إلى باتجاه الرحالية وسيتم تغذية هذه المناطق من خلال هذا الأمبوب إن شاء الله جاءت زيارتنا بعد هذه المناشدات التي كان من واجبنا أن نسعى إلى أهلنا لمساعدتهم في حل هذه الأزمات وإن شاء الله تم تلبية بعض الطلبات وإن شاء الله سوف نلاحظ في الأيام القادمة وصول الكهرباء بصورة جيدة إلى هذه المناطق وكذلك مد أمبوب المياه إلى هذه المناطق هذا وبعد أربع سنوات من المعاناة كانت ثقيلة على أهالي تلك المناطق فهم يستبشرون اليوم بمرحلة جديدة تمثلت بتوفير أبسط الخدمات الأساسية بعد أن كانت معدومة في مناطقهم وأهمها الماء والكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة نشكر الأستاذ عدنان الكوبيسي على حضوره على منطقة العنقور جزيل الشكر والله يا أخوة ما قصرنا لنجمان نعان معانين من المي والكهرباء والضعف مالها فرد نوب والله يجاهم خير على وصلتهم علينا وعلى المي هذا اللي شوفت عينك نعاني معانينه النسبة نعاني صار لنا أكثر من أربع سنوات نعاني أهالي منطقة العنقور ونعاني مأساة كثيرة من غلال الكهرباء والمي والخدمات والمستوصف وموار كثيرة عدة ونستبشر إن شاء الله خير في هيام المقبلة جاءنا وفد من اتجاه مجلس المحافظة والجدير بالذكر فإن منطقتين المجري والعنقور يقطنها نحو عشرة آلاف نسمة إلا أن عدم توفر مقاومات الحياة دفع كثيرا منهم إلى الهجرة إلى مدن أخرى من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر